العقد مع شركة شيل لا يتضمن استثمار الغاز فقط وإنما يتضمن أيضا معالجة ماء البحر لأغراض الدعم المكمني توضيح أكثر حول هذا الموضوع هذه الخطوة لأول مرة يقوم بها العراق بالتأكيد هذه الأول مرة نستخدم مياه البحر سوف يتم استهدام مياه البحر لأغراض الدعم المكمني بدلا من مياه الأنهر وبالتالي سوف يتم توفير ما يعادله من كمية طبيعي هذا المشروع بطاقة 5 مليون برميل يوميا إن شاء الله سوف يتم توفير ما يعادلها بنفس الكمية من مياه الأنهر التي سوف تتاح للاستخدام في المشاريع الزراعية والاستخدامات البشرية عمليات السحب كم تحتاج؟ كم تكلفتها؟ يعني هذا المشروع هو بكلفة 3 مليار دولار إن شاء الله وينفذ خلال مرحلتين المرحلة الأولى على مدى ثلاث سنوات والمرحلة الثانية في السنة الخامسة إن شاء الله يكتمل هذا المشروع هو غير إنتاجي ولكنه داعم للإنتاج؟ بالعكس هو هذا لأنه يدعم الضغوط المكمنية ويديم عملية إنتاج النفط في الحقول النفطية المختلفة فالرميلة سواء أو الزبير أو غرب القرنة وغيرها من الحقول الأخرى حتى هناك فكرة لنقل هذا الماء إلى محافظة ذيقار لدعم الضغط المكمني في حقول الناصرية والغرافكة